الجزائر دخلت في اقتصاد جديد يرجع بالخير على كل أبناء الوطن هذا ما قاله الرئيس تبون السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا التقى الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ممثلين عن الجالية المقيمة في البرتغال خلال قيامه بزيارة دولة إلى البلاد تدوم ليومين رئيس الجمهورية أكد في كلمته أمام أفراد الجالية حرصه الدائم على إبقاء صوت الجالية مسموعا والتكفل بانشغالاتهم مشيرا إلى أن الجزائر دخلت في اقتصاد جديد يرجع بالخير على كل أبناء الوطن كما أنه مبني على ركائز متينة وصحيحة وليست وهمية كما ذكر الرئيس تبون بالإجراءات التي تم اتخاذها في فائدة الجالية الوطنية بالمهجر مؤكد أنها تلعب أدوار هامة ولها مكانة مميزة في المصار التنموي التي تخطوه الجزائر مذكرا بالسهيلات التي منحت لأبناء الجالية من أجل استثمار في الجزائر إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب اشتركوا في القناة